زي ما بيقوله كده أو زي ما كما قال الشاعر زي ما بيقوله هيفضل من الأول لحد الآخر هيفضل مصنع الأبطال وده واحد من دروس المستفادة برضه إنه الأهلي ما بيقفش على حد وإنه الأهلي منظومة متكاملة تخليك توصل للنجاح اللي لو كنت بتدور على النجاح لو حاطت قدام عينيك مشوار أهداف تاريخ مجد شعبية وجمهرية تفضل عاشها معاك لطول العمر ويمكن حاجة من أكتر الحاجات يعني ربنا طبعا بيوزع الأرزاء لكن فكرة حب الناس دي ده رزق كبير جدا 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 والأهلي دايما الحقيقة دايما زي ما ابتدت كلام هيفضل مصنع الأبطال الأهلي فعلا ما بيقفش على حد يمشي اللي يمشي يعتزل اللي يعتزل فيش حد في يوم الأيام راهن على أنه ممكن يبقى أكبر من نادي الأهلي وأبدا كسب أرحب واحتفل مع حضراتكم ومع طبعا نجمينا النهاردة في السادسة كابتن رامي ربيع بالبطولة رقم 12 مبروك كابتن رامي حبيب يا كابتن أحمد مبروك علينا كلنا ومبروك على النادي الأهلي وعالجمهور وعالإدارة على أي حد منتمل النادي الأهلي قولي تفرجت على مطش العودة مطش القاهرة مع مين وإزاي وفين لا أنا في المطشاط عمتا بحب أعود لوحدي لوحدي كان مطش على أعصابك وبالذات الشوت التاني بسراحة بس أنا بفسر اللي حصل للشوت التاني يعني إحنا فنيا وأداء أنا كنت شاف اللي إحنا في راديس أحسن لكن عارف أنت بقى أنا بأتكلم بإحساس لعيب الكورة أنت جون في أول 4-5 دقيقة يعني ذا كان السناني اللي كنا منتمنىه وتحقق وتحقق يعني توقعنا أنه أنا توقع بصراحة أنا قلتك لقابل مصر والأهلي جابت جون بدري ممكن المباراة تبقى سكور لكن عارف هي يعني فعلا اللي قال المقولة دي يعني أن أي نهائي تكسبه ما تلعبوش يعني دي مقولة فعلا يعني صحيحة اللي طلع المقولة دي وقالها يعني فعاوز أقول لك كابتن أحمد إحساسي بقى باللعيبة جوة الملعب اللي هو إيه أنا كسبان وأنا خلاص كل دقيقة بتعدي البطولة بتبقى معايا فأنا عاوز أحاوز على الجون ما أفكرش اللي أنا أجيب جوت ده اللي كان جوة اللعيبة تفكير اللعيب اللعيب جوة الملعب وبالنحية التانية بقى بتتكلم في الترجي اللي هو الشوت التاني بقى أحسن ليه خلاص البطولة بتروح مني فأنا لازم ما عنديش أي حل لازم أجيب جون لازم أضغط لازم أطلح كل إمكانياتي في 45 دقيقة دي فهو ده اللي خلق شكل النهائي بالصورة دي بس في الآخر محدش ولا هيعلق على أداء ولا هيعلق هيعلق إلا أنت أخدت البطولة ولا ما أخدتش البطولة كسبتها ولا ما أكسبتش وده في الآخر ده الأهم يعني مشوار استثنائي للنادي الأهل على الرغم يعني كنت نفسي بتكلم يعني بعد المباراة أو بعد التطويج على طول إنه في بطولات لا تنسى يعني مش ممكن تسخط من التاريخ تتكلم على 11 بطولة قبل البطولة دي ليهم ذكريات كتيرة جدا وفي منهم بطولات